إن الحمد لله محمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يقلل فلا آد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأخوة الكرام نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشكركم على استقبالنا وكذلك نشكركم على الحضور في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نبارك لكم فيها بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ عبد الله started by praising الله سبحانه وتعالى and sending salutations upon the Prophet صلى الله عليه وسلم and the shaykh he thanked the masjid for the invitation and he also thanked the attendees for attending this blessed gathering and asked Allah subhanahu wa ta'ala to make it a means of blessing and a means of attaining Allah's mercy in Allah and the shaykh qur'an subhanahu wa ta'ala يقول في كتاب الكريم شاهر رمضان الذي أنزل فيه بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذه الآية مشهورة ومعروفة آية رمضان بينا تبارك و تعالى فيها فضل هذا الشهر المبارك نسمون كريم نقول الله مبارك the shaykh then goes on to mention the as he mentions the famous آية that Allah subhanahu wa ta'ala mentions about the blessed month of Ramadan this blessed blessed month where Allah subhanahu wa ta'ala says شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن the month of Ramadan the month where the quran was revealed upon mankind هدى للناس as a means of guidance for the people and this is what allows and this is what makes this month very blessed ما قال صلى الله عليه وسلم في رمضان يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في استقبال رمضان يقول لأصحابه الكرام والله عليهم أجمعين يقول جاءكم شهر رمضان شهر مبارك يعني كثير البركة تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين يعني تربط وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حريمها فقد حريمت And the Prophet صلى الله عليه وسلم he would say to his companions when the blessed month of Ramadan would approach he would say to his companions O companions سبيلين سبيل يوم سبيل اليوم سبيل وظاقت وظاقت أتباع الحراءة قلت بـ أن هذا المصره في المنزل إلى التابع من حياتها وإن تبع على الأمور وفي جرهتها في قتل ونقام يجبين وإن تبعاتها وإن تبعون والسلسل وفي هذا المنزل أيضا في أولو أخام بالك élévenнее من مرات أكثر ك 세계 أكثر هو العيدة حيث أن أكون حخصا بعد حواله من المرات هذا الحل يعني حيث في رمضان ليس لل consol pierdo وإيئة حولها يبانل من المرات 300 حواله هل كيف نقnaj و Ho politics نحن مرات قبولkap عندما أردت بني فيها هل تبنيه في الأوهام ولا في التخطيط والترتيب وأنت عندك مشروع عظيم قد لا يتكرر لك مرة أخرى ما هو قال استثمار شهر رمضان المبارك كي تصبك البركة الشيخ دان تستخطي رمضان كي تقوم بحرم كي تقوم بحرم هل تقوم بحرم حينما أننا أدخل حينما أننا سبق كي تصبح مرة أخرى كي تقوم بحرم قوة سبق إذا لم تخفى بحرم لا تقوم بحرم أصدفون فاديو يجب أن تصبح من المناطق وسبب كي ترحل وقتنا لأفهام رمضان you need to make sure that you sow your seeds now in preparation for this blessed month as this opportunity comes again كيف نبدأ هذا المشروع أول شيء التوبة إلى الله الآن أنت في رمضان شياطين ستقبض وَسَيَخُفْ عَلَيْكَ وَسْوَاسِ الشَّيْطَانِ يَا مُسْلِمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ إذن لابده أول شيء تنوين أن تتوب إلا الله توبة نصوحا The first way we prepare for this blessed month and we lay the foundations for this blessed month is to do Tawbah to return to Allah subhanahu wa ta'ala because as this blessed month approaches and the shayateen are due to be locked up there will swear to the shayateen and the whispers and the calls of the shayateen and temptations will grow So we do the first thing which is to turn to Allah subhanahu wa ta'ala وربط الشياطين هذا يلاحظ وخاصة في المساجد ناس ما كانت تصدي الفجر في المسجد في رمضان سبحان الله تجدهم يصلون في المسجد صلاة الفجر صعبة عليهم لكن في رمضان تصبح شيذاني شياطينهم ربطت فلذلك Allah subhanahu wa ta'ala فتح لهم باب الخير لتربيق الشياطين فهذه فرصة عظيمة أن المسلم يتوب إلى الله توبة النصوحا بترك المعاصي والابتعاد عن أهلها وأسبابها ورأيك ورما اشياء أفضل ورمكز في هذا المسجد فهذا بعضنا من يعيش عن طريق فجر على المسجد لا يوغضل في المسجدة ورمكز في الوقت خمضان الأسبوع هر سبحانه و تعالى ورمكز في هذا المسجد especially at the Fajr time is packed and this is a direct effect of the blessing of this blessed month and it shows that Allah SWT has opened a door of goodness for the people so by making sure that you stay off sins you turn to Allah SWT and you leave off sins and you leave off the people of sin and also the people or the reasons that will cause you to sin طيب هذا متى يبدأ في أول ليلة من رمضان تبدأ بالتوبة عندك مصائب عندك مشاكل في الذنوب والمعاصي في أول ليلة من رمضان حتى تصوم فلابد أن تتسحر تقوم في السحور بعض المسلمين هداهم الله ما زال الشيطان يرعب فيه فيقول أنت تتسحر الساعة الثانية وتنام وتصل إلى أذن الفجر ما في مشكلة تقوم وتصلي في البيت شيطانه شديد هذا مربوك شوية لكن تنربط ما هذا شيطانه قوي ليست شيطانه فقط يا أخوات بل نفسه الأمارة بالسوق هناك في نفس أمارة بالسوق ولذلك نقول السحور ليس في أول الليل ولا في منتصفه بل هو في آخره النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحر فإن في السحور باركة طيب هالباركة فيك كيف تحصل اسم حلية النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا تزال أمتي بخير لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطرة وأخرت السحور إذن لا تقدم السحور في نصف الليل لا أجعله في الأخير نشوف أمي وكيف تحصل على الخير في تأخير السحور فالله السحور سيخ دين يقول أن أنه عندما يجب أن تبدأ وأن تبدأ أن تبدأ تبدأ أن تبدأ أن تبدأ للتعبير في الأولى في الأولى الشيطان ما فالسحور صحية إنه الشيطان ما فالشيطان فيه أخوة فكرة ثانية والسحور 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 وإنهم وأن ومن ثم يأتي لفجر ويأتي في ذلك تقوم بحبتك من هذا المعنى من هذا المعنى لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سحروا في السعر فإن في السعر يباركة في السعر يباركة ومعنى السعر في السعر في السعر ومعنى السعر ومعنى السعر ومعنى السعر ومعنى السعر ومعنى السعر لماذا؟ تظهر بركة السعر إذا أخرنا؟ أه؟ أول شيء الإنسان عندما يؤخر السعر فهو يؤخر فترة الجوع عن نفسه في بقية ما يكون من أول الصيام لفترة الفطور الآن عندما تأكل في آخر الليل في وقت السحور أنت إيش؟ مليت الخزان خزان الوقود الطاقة مليته إيش؟ مليته أنرجية طاقة فهو سيعطيك مدى أطول أو مدى أقصر؟ مدى أطول؟ مثل سيارة كلا بانزينة أسي شيء وهنا ما هو أعظم من ذلك؟ ما هو؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل طبعاً نحن نؤمن بهذا لأن هذا حريص صحيح سألشها ولا نسأل كيف ينزل ربنا لأننا لا نعرف ذلك لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأنت لا تستطيع أن تفكر في ذات الله هذا فوق طاقتك وفوق عقلك مهما كنت عبقري كما يقول عبقري الزمان مهما كنت لن تستطيع هذا لكن ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول الله يقول هل من داع فأستجيب له؟ يا سلام فرصة متازة هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا ليه؟ مداية الاستغفار في أول ليلة هل من سائل فأعطيه؟ والله إحنا المسلمين والله إحنا قصرين يا أخي أخي دمحنا النوم عاوزين ننام صلي تراويح ونتسحر بعد التراويح والنام طيب هذا الوقت هذا الوقت البركة العظيمة الذي فيه يستجيب الله لك دعاك ويغفر لك ويرطيك سؤالك انت نايم يا شيخ صاحب نيشخر في النوم صحيح صلاة ومن ثم حق عظم يتضع uncertainty أن يكون ما نشاء برحلة ومازلت على تنزل والبعالية والبعالية والذي اترجى والذي العظيمérience والذي المنظر فما أنه يُتبع رحمة الدراء إذا كنت سومت أحياني حجومًا أخيري حجومًا إن أجب بعمل أخرج ليس أجب transition انه يدر حجومًا يعني أنك حجومًا دواء ما يجبك في الدواء في motivate دواء لا يأغب في يدعوها يجبك يجبكي الانتالي لا يجبكي على هذا النبي والشغل مجرد أسفل في هذا السنوات يعني وأيضاً أخرى للمدى مدى في نهاية في الدواء يا صحيح من النبي الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم فَأَالَهِى صلى الله عليه وسلم When Allah سبحانه وتعالى descendsing in the last portion of the night Allah سبحانه وتعالى He says Is there anyone making dua for me to answer? And is there anyone seeking my forgiveness so that I forgive them? And is there anyone asking for something so that I may give it to them? وببد وسبحلى الله pisserě as if we HAA sacrificed as LSM you sacrifice the you sacrifice die night you sacrifice the night you sacrifice the blessings you are in it instead alkane klappe ourselves in the investments on these nights especially in these best nights of Allah and it's something that we should all make our intention from now لأن الله تعالى ستتأكد أن يكونوا تستخدم هذه المسلمات وينام في النهار ليش ليش السبب يا حبيبي كان والله فيه فيه game في عندنا لعب بلاي ستيشن في عندنا game في عندنا أنت يا أخي فيه رمضان الله يحديك فيه رمضان عندك game فيه رمضان يمكن عندك قراءة قرآن بس اترك game فيه رمضان اترك قيل وقال وإضاءة المال أنت محتاج لأن تلجي إلى القرآن تناجي ربك بهذا القرآن وينام 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 الكثير من المسلمين لن أقول كل من ولكن الكثير من المسلمين في اليوم وينام ما يفعلون؟ لأنهم نحن 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 أتركت لأنهم نحن 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 والبقاء يحتوي من يتصل في رحالة المواطنين ما يعلن؟ يستمر لمن المهل جميل ونما يستمر لمن المال لا يمكن أن يشاول لذلك على قرآن حنفسك وففا لما يمكن أن يتيح أي مئن في الدول شيء إذا لم تكن تصحح المسار في رمضان لا تسهر في الليل نم واسترح وقم في وقت السحور هناك غدة في دماغك يسمونها الغدة النخامية ماذا تعمل هذه؟ هذه تفرز متى وقت النوم ووقت النوم متى؟ قال لا مش أي وقت في الليل فقط إذا داخل الليل تبدأ تشتغل وهي تشتغل في منتصف الليل أكثر شيء ماذا تعمل غدة النخامية هذه؟ هذه لها خاصية تسكين أجهزة جسمك استرخاءها وراحتها وأنت تلعب قيد عندك تسكر بأكل قيد يلعب في راسك أنت مخرب أنت مفسد لجسدك مخرب القدر يتبعون أن يجب أن نحصل على هذا الجبال من يجب أن نفعل هذا الوقت عندما يجب أن نحصل على كل من قوات من المناسب من المناسب ونحن نجعل ذلك نحن نجعل حياتي لا انا الاشياء تتكلم 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 ثم يجب أن تأتي بالطبع في الوقت الأصبح منذ العبادة تحقيق لفضل ثم يمكن أن تتقليق بها المترجم الآن كما يتناول في النات على فترة الشووح إذا لم تبكرا في الليل يعني صليت التراويح وجلس مع الأهل شوية مع الأولاد شوية خلاص نوم هذا وقت النوم تنام تستيقظ مبكر قبل الفجر بفترة تستطيع أن تتسحر فيها وتستغفر وتدعو في عندك وقت طيب واحد يقول ما في وقت ليه؟ قال في صينية كبيرة أنا سأكلها عاوز كبسة رز لحم دشاوي النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول نعمة سحور التمر مش الرز ولا اللحم نعمة سحور هذا التمر موجود طيب إيش السبب؟ إيش السبب؟ نعرف الأسباب وجد أيها الأخوة أن التمر أفضل فاكهة في العالم شكراً هذا كلام هذا كلام الناس المحللين ومتنظرون في عالم التغذية التمر هذه فيها حاجتك في جسدك لجسدك ما يقال بسبعين في المائة شكراً شكراً بسيطة وخفيفة على المعدة طيب إيش يكملها خمسمائة سبعين في المائة قال اللبن شرب اللبن ليه؟ التمر ليس فيها بروتين ليس فيها بروتين إذا أنت شربت اللبن فهذا يضافها خمسة عشر في المائة طيب جميل خمسة عشر في المائة إذا لما تحسبها كم تصير؟ سبعين في المائة خمسة وثمانين وبعضهم قال حاجة التمر تكفيق لخمسة وسبعين وخمسة عشر في المائة اللبن صار تسعين يعني أنت ناجح بامتياز أنت ناجح بامتياز أو جيد جدا مرتفع هذا أنت ربيت جسدك أما كمسات هذه العوم وقلال صعبة هذه إذا لابد تحسن اختيار السحور بسيط وخفيف ورخيص كمان ما شاء الله ماشا 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 Law ماشا الله 92 فقط هو الليل ، ومعرفت ما فعله ومن المقارنسي ومعرفت ما فعله مقربة ما هو الليل ، ومن المقارنسي لماذا ؟ لأن المقربة الوضع الميزة في حيث ومن المقربة ، بالنسبة لك والشخصة ليستني مما ، there is the nutritionist and scientist that is saying this search out and what do we have to complement the estate we have a lemon we have milk because milk gives us the protein it give us the extra 15% so you're getting about 90% of your entire interest right there in some milk and dates in a very cheap simple سعود ملتقى و ملتقى و هذا يجب أن تتفاجه لا تبعين بلس و الهلاب و الهلاب و الريس و الوطف و بلعني يجب أن تبعين شيء ملتقى و ملتقى و يجب أن تأتي و تحرير المساعدة لتحرير المساعدة من المساعدة ماذا تبعين؟ طيب أنت في هذا الحال وأنت استيقظت للسحور وأكرت السحور ودعوت الله واستغفرته بعدين يقول لك هذا الشيطان هذا كان قوي عليك مشكلة يقول أنت الآن تعبان صلي الفجر في البيت روح المسجد ومطار في هوى بارد ربنا غفور رحيم هو الشيطان هذا فيلسوف فيلسوف الضلالة وإبعادك عن الأجر ما الذي يعقدك الأجر طيب لعم ترى ما شاء الله إيمانك قوي لا خليك من الشيطان نحن تروح المسجد تصلي في المسجد طيب صلينا في المسجد وأنت استيقظ أياتيك بعد ما تصلي الفجر سنة وتصلي وتقرأ قرآن ما بين الأذان والإقامة وتصلي مع الإمام خلص الصلاة دعت الصلاة الآن قالك شيطان خلاص أنت والله أنت ما قصرت والله أنت مزبوط لكن الآن وقت النوم استعجف النوم نحن قد نعذر بعض الناس ينامون بعض الناس ما عنده شيء يا أخي بطالي يعني فيقولوا الروح نام خلاص أنت تسحرت وصليت ودعوت خلاص كافي لكن عندما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتان فكأنما أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل الآن فينها الرقاب ما في رقاب يعني أنت أربع رقاب هذه ليست سهلة رقب واحدة بركة أربع رقاب من ولد إسماعيل هذا حديث رواهم أبو داود والإمام أحمد بإسناد صحيح في حديث آخر ولكن في المحدثين بعضهم حسنه وبعضهم إيش ضعفهم الذي فيه دفع آخر مقارب لهذا الرفض يقول الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى الذي صلى فيه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتان لا يحدث به ما نفسه في أزيادات شوي فكان له من الأجر كحجة وعمرة تامة 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 أجر قليل أجر كبير وأنت في رمضان تحتاج لختم القرآن صح؟ لذلك 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 وتختم القرآن والله أنت بمشكلة وهذه أحسن فرصة تقرأ فيها القرآن تأخذ دبل أجور مضاعفة أنت جلست بعد صلاة الفجر سبحت وذكرت ثم تروت القرآن حتى تطلع الشمس كم تتوقع أنك تقرأ ما بينها في هذه الفترة الذي يقرأ ويرتل ليس المستعجل يرتل ممكن أن يقرأ جزئين جزئين تبدأ أنت في جزئين بداية رمضان جزئين في أول صباح مع رمضان جزئين أو ما شاء الله أنت بركة أنت بركة وهذه جزئين جزئين في أول نهار رمضان ويسجل لك هذا الأجر العظيم بعدين في عمل عندك طيب روحنا الآن نعطيك رخصة الآن روحنا لا تضيع الأجر الآن سبحان الله قد يكون عندك عمل وين بساعة تسعة طيب الآن تروح نام يا أخي ساعتين قال ما تكفي ساعتين شيطان جزئين ما تكفي ساعتين يا أخي ليش ما تكفي ساعتين والله يا أخوة الذي يدرب جسده يطبق ما عندك مشكلة والناس إذا حرصوا على شيء تعاهدوه واهتموا به اتمام كبير هذه طيارة يا أخي الساعة بلاذا بللي تحرص أنك الساعة ثلاثة أنت قبلها بساعة وأكثر في المطار وإلا تطير عنك الطائرة طائرة لا تتأخر ولكن ولا تنتظرك فأنت تحرص على ذلك هذه أحسن من الطائرة لتفوت يمكن أن تحصل طائرة ذلك لكن هذا أجر فاتك فأله سلام ساعة سيدين، ترجع في دعا، لما تتسجير معها يحمد سحرة انسان كي تدعني ويقق ترى انسان وقتات حيثهم ثلاثت شيطان Kangائك قتل جميع المبارسة سيدها انسان سيده انسانة جاء نبيعيه سيده والهم هي المكان سيصيده انسان من أجل وهي تقول والله تأتي ليس بحاجة إلى ما干ه تصبح من المنسكورة تصبح الأمرة じゃن 그런 آمن przyp negotiably لكن ما تقادل به م ثاءEE أفعل قد وجهاره أو التفقد إقتري المترجمات الجزيرة ويجب أن تكون الأشخاص مستخدمة إلى أن نحن تعداد أنا سأمر لي بار أم أم لا وذلك لا أفعل ذلك في رمضان السيد من الأرمضان يعيش أنه لم يكن جهد أم أم فالح Testing وتكون الكهار الأباد أنا سأمر بار أم أم لا بالتقالي مذهب علي إلى المسجد أم الهوحة أسنة بكثيرا تقريب على فجر في الجماعة ثم أخرج إلى يتدع حسنا أن فجر في الجماعة طريق حدث هل تجربنا لك؟ لا من الألم يقول أن فجر في المضارات فقل ما تفعلنا؟ تلتك في حديث المعروب المتابع صلى الله عليه وسلم السيد الخوف هل يم JULY حديث في الجماعة And then not only does he do that He stays in the masjid where he pray Until the sunrise And from the period of fajr to sunrise Maybe hour, hour and a half And whilst he's sitting in the masjid He's remembering Allah The reward for that person Is As if They saved The neck of four Of Ismail alayhi sallam And in a different Narration It is as if The person who has done A hajj and umrah Taama, taama, taama The professor said repeat it three times According to this narration So look at the Might of the reward That is waiting for the person Who prepares himself Adequately for the Imagine that first night Soon as Allah comes in You do all of those steps What a way to kick start this month And Sheikh also mentions that Probably a lot of us Would have the intention of Let me complete the Quran During the month of Ramadan Because if we don't manage to complete the Quran During the month of Ramadan Then when will you complete it? And imagine if you were to recite the Quran During that period of one hour One hour and a half Between fajr and sunrise The person who is reading the Quran With tarteel With tajweed And slowly And with adha They will minimum be able to complete two juz If not more So imagine Even if you just read Quran Just during that period of time Already you have guaranteed yourself That you finish the Quran With the permission of Allah Once upon a time So look at all the opportunities Of khayr there are And the person might say to himself But you know what I'm not ready I can't do this It's too much But the Sheikh mentions that Your body will respond To whatever you deem important The Sheikh mentions Because if you have a flight At 3 o'clock in the morning Knowing us We may be there 12 a.m 11 p.m We'll be there 3, 4, 5 hours before Because this is important I have to catch this flight But if you miss this flight You can catch the next flight You can catch the next flight You can catch the next flight If you miss one night of Ramadan You'll never get in that night back Ever It's gone المترجم لا تتركها لا تضيعها علشان نوم بعدها نذهب نوم يا أخي روح نام والله يا أخوة أنا بعض الأحيان نطبق هذا يعني أنا دائما نطبق بعض الأحيان يعني في غير رمضان والله يا أخي صاحب صاحب ممكن أروح حتى العمل ممكن أشعر أنه في نشاط ما شاء الله فهذا الأمر لا تظن أنك ستتعب أبدا الله سيبارك لك ويرطيك كما أنت تمامت أنت تقرب إليه الله يبارك لك ويعني يمدك بالطاقة والعافية طيب نام بعدين ساعتين باركة ساعتين تنام تستيقل تروح الدوام تداوم تروح العمل تعمل ها يبدأ الجسم الآن هو أنت في أول يمكن أول يوم شوية في ها دينبكية جسدية شوية جسد ها يعني نحن سنتعب وأنت يعني ما ارتحت جيدا وأنت سترهقني في وسطة لا أول يوم يوم الثاني الثالث لا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا هي ثلاث أيام إذا جسمك ما تعود بس ثلاث أيام نصير التوماتيك ها نترى تسعى التوماتيك دقة كده يشتغل نسكر بوقت خلاص جسمك تعهدته وأنت بهذه التوقيتات سيشتغل معك لكن في البداية لابد تتعب معه شوية ها نحن عندنا صلاة الضور ها قل أنا في العمل ما أستطيع طيب صل الضور يأتي صلاة العصر تتعبان ها ما في مشكلة ما نريد تتعبك زيادة عن شو هاو ثلاث أيام هذه هي ها أيوة محق هذه أنت تجيب دوام العصر تعبان نقول لك نام صلي العصر ونام قبل المغرب رصف ساعة إذا استطعت في ناس ما شاء الله يقول قبل ساعة ينام يصحوا بس هو ياخذ ايش يريح الجسد ثم يصحوا طيب ايش يعمل كليش يعمل ها ها مشاغب المرأة في المطبخ ايش عملتي يا مرأة ايش طبختين احنا اليوم صايمين احنا عالمنا عالم ها مشاغب في المطبخ يا حج يا حج روح بس انت الله يهديك بس خليك انت لا انت ايش طبختين انا احنا نريد كذا وكذا هذا شهر رمضان شهر الله ها الاكل ولا شهر طاعة والتقرض لله خلي الله يرزقك اكل طيب انت مات تمحث عن الاكل امسك القرآن ما نقول خجز في المسجد ما تستطيع لا انت في بيتك صليت العصر في المسجد وتعمى روح نام خذك غفوة ساعة زمان ها اذا تصحوا امسك القرآن انت قرأت كلم الفجر جزئين نريد منك جزء كمان ثلاثة بيئة ما بين ما بين العصر الى المغرب منك جزء صار كم جزء؟ طيب اذا انت كل تطبق هذا البرنامج ما دخلنا الان بين مغرب والعشر في برنامج ثاني ها حين انت عندي ثلاث اجزاء لو انك اكتفيت بالثلاث اجزاء خلال عشر ايام ختمت جميل؟ جميل انت عندك كم كم في شهر رمضان؟ ثلاثين تقريبا فاذا انت تستطيع تختم القرآن في شهر رمضان ثلاث ختمات هذا اقل شيء لكن اذا عبرنا لك اضافي ها قلنا لك في شغلة كمان ممكن تستفيد منها وعن تجربة يا اخوة ما هي؟ جاء وقت الافطار انت مستعد ميتامر سمبوسة كبه كثير فانت الان عيونك تشتغل وبطنك يشتغل عيونك تقول والله كثير طيب هذا والمطن يقول كل كل اللي قدامك الامار كله كله ها؟ ما تترب من نفسك ما تترب من نفسك ايش تعمل؟ هنا طبعا في لندن انا عرف او نينف الاخوة في انجلتار عنزاهم الله خير يبدأون يأكلون تمر ها؟ ويشربون ماء او لبن شوية ممكن سمبوسة علشان ما تفوتها صلاة المغرب وهذا امر مبارك طيب طيب انت الان اكلت فتحتها فتحتها الدولار ها؟ يعني لازم تكبس كلها تروح البيت لازم تكبس الاكلة تمليها مرة واحدة اذا ايش اعمل؟ خلاص انت فرطرت يا حبيبي قالت ايجلس القرآن؟ ها؟ ايجلس القرآن؟ ايش قضيتانك؟ تقول لا اجلس يقرأ قرآن هذا شهر القرآن شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن الناس كلهم يذهبون يأكلون وانت ما شاء الله عليك جالس تقرأ قرآن ما شاء الله بعدتك تقول لك بارك الله فيك انت ريحتني جزاك الله خير ها؟ الان هذا الاكل اللي اكلته هو مفتاح بداية معددك مرتاحة نايم نسكينا انت اسقي قطها بس اسقي قطها بايش؟ شيء قليم بأدب بأخلاق طيبة معاها خلي شوية خلي شوية بس طحن شوية اشتغلي شوية ها؟ صليت المغرب وبدت تقرأ قرآن ما شاء الله المعدة مرتاحة ها؟ والاجل شغال في تلاوة القرآن ماشا صلاة العيشة الناس جد صلي العيشة ها؟ في صلاة ايش؟ تراويح ها؟ انت ما شاء الله عليك واقف صلي وانت مرتاح ماشا الله ها؟ المعدة مرتاحة المخ مرتاح ما في دوران ها؟ المخ ما يلوف ما هو لا صاح تمام تشعر كأنك ما شاء الله غزالة تستطيع تقفز ها؟ وأدي التراويح بكل راحة مرتاحة لكن ثالي جمبك يصلي اللي ملا بقهم اووه اوه التراويح صعب عبد الله والله والله دار خلاس هو مش مع الإمام أصلا هو هذا الكده بس ويعمل كده ووراك ماهر خشوع ولا طمانينة المعدة مسكينة تلفانة تطحن تشتغل وتقولوا ايش عملت فينا يا اخي انت خذب احتمال ها فما تصلي بخشوع ولا طمانينة مش كده يا شباب ولا انا غلطان هذا ما يحدث ما اي حدث معه بسليم وعملت هذا انا تربته يا اخوة اللهي يا اخوة ما شاء الله تصلي المغرب ها تصلي السنة وتجلس المسجد فاضي ما حد فيه وكأن المسجد هذا لك لوحدك سبحانه تقرأ القرآن تقرأ القرآن تخلص فيه جزء احيانا والله جزء أنص للمغرب العشاء جزء أنص بعدين تصلي التراوح وانت مرتاح تروح البيت عاوز تكبس ها تشوف نفسك تقول لك لا تكثر المادة تقولتنا الحالة طيبة لا تكثر من الطعام لأننا ما استطيع كمان فتشوف نفسك ما تأكل كثير هذا شيء صحي ولا مهو صحي الاختام من الطعام مهو طيب يأكل فأنت تأكل شيء ما أقول جدا وهكذا كان يفعل الصالحين العون هكذا يفعلون ما يكون همه الأكل والشب ولا لا 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 همه القرآن يقرأ القرآن بعدما أنت رجعت للبيت وأكلت ها تشعر نفسك صحي تمام الآن أتشاغل الأهل شاغل الأولاد ها تصل على تليفون ها بس ساعد احذر القيم هذا مو شهر القيم أبداً قيم هذا سكنه أبد ها ها مستشون أيوه والكلام والقيل والقال هاي ولا مصيبة نعم أنت تصوم عن الطعام والشراب لكن افتر بالمحسن إذا اشتغلت في هذا القيم والتليفون مشكلة هذا وعاد فلان قال ورا فلان عمل كذا كذا يا شيء غترك الله يهديك الآن الأخبار البلاوي هذي فلان عمل وفلان ترك وفلان ها إيش كتب الأخبار الناس فلان وفلان اشتغل بعيدك آه يقولنا بس الله سلم لن لم يدع قول الزوم والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه المسألة مو مسألة كذلك إلا بس طعامه وشراب لا مسألة سلوك طيب لا تشكل نفسك بإيه لا تشكل نفسك بالناس إلا ما يقول لك خير قالوا العام كبعالك ممارك عليك شغل رمضان الله يبالك فيك يا ابني باركبك يا عمك ما تقدر تروح السحمة الشعالح ما تقدر تروح تبارك له في رمضان خالتي ها صلت الرحم خالي صلت الأرحم في أول رمضان بالبركة بالممارك عليكم كان تمام ممتاز في عندك موقع للأصحاب ها في الواجساب حفظهم ممارك عليكم شهر رمضان نسأل الله يمتعنا وإياكم ببركات رمضان تمام هكذا خلاص انتهت أما أخبار العالم كل شوي داخل والله إيش صار في ها في البحر الأحمر وإيش صار في البحر الأبيض وإيش صار في كذا وكذا وكذا ما علي أخذ ما أنا أقول لا تعرف أحوال العالم بس بخذها بخفة ها لا تأخذها بكل شيء ولا الكونغرس الأمريكي إيش ها سمح بكذا ولا ما سمح كذا ولا هذا اللي فيه فيه أسباني إيش صار فيه ليش العالم أنت أنت بتصير المخبر العالمي ها خذ الأخبار اللي تحتاجها ببساطة وبسهولة وترك هذا الآن في عندك بعد ما جلست مع الله هلا والله ممكن ترجع للقرآن ماذا؟ 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 أقول أنت الآن خذ ثلاثة ها؟ ثلاثة أجزاء لا أصلاح أربعة ونص أربعة ونص أربعة ونص أربعة ونص باقي لك نص كمنا؟ خمسة سير خمسة ماذا؟ في اليوم ممكن تقرأ خمسة أجزاء الله أكبر أنا ورا في القبر رمضان ما كنت حتى أقرأ نص جزء كيف نعيد خمسة أجزاء؟ إذا صرت تخطط صح صح إذا كان هذا المشروع تخططه لكي تصيبك بركة رمضان خمسة أجزاء في اليوم طيب نعدها كم لو في رمضان كم جزء؟ كم مرة تختم القرآن؟ ست مرات شوف؟ من ثلاثة إلى خفزة إليه؟ ست إن شاء الله ها؟ ضعف ضعف بركة إذا أنت لا بد تخطط صح وكما يقول العبها صح نقول خطط رمضان صح أضرب أضرب أصر ربحان ألوص أنت ربحان الله متعلمي إن هذه في الليلة والله في ناس أذكياء الذكاء لا تحصل على فلوس لا ولا أن خاصة العزوبية الشباب يقول الذكي الفطير يقول الذكي الذي يحصل على الفلوس طيب هو الشباب العزوبية قال والذكي الذي يحصل على العروس ها؟ الجيباء طبعا واشه؟ هو مسكين محتاج العروس وهذا محتاج الفلوس كل يفكر إليه لكن نقول أنت هنا في رمضان تخطط صح بتكسب الأجر عند الله عز وجل حتى تدخل له جينام لله باعك فهنا أنت تريح تنام ترجع وتنام لكن هذا نص الجزء إقراه قبل أن تنام وللسا النص جزء مسيت صح؟ أنا خذت أخبات جزءه نص هذا نص جزء فاكمل أنت الخمسة وتنام نوم سعيد نوم هني مع القرآن والمعدة مرتاحة والجسم مرتاح نام مبكد وصحى مبكد طبعا إن شاء الله أحسن الله أشياء في لن تتكلم أن تتكلم أن نعرف كثير مننا من الوصول الله نحن سلقم بها كيف تتكلم أن تتكلم؟ تتكلم أن نتكلم الكريم في رمضان الجميع كيف يتعلق أجلدك شركة جميعا تتحرك جميعا كل المعاركة كل المبانة كل المبانة كل المبانة كما أنت Okay So Do not waste these blessed nights in Ramadan for sleep Because if you follow the plan that Scatette mentioned You will see That Allah has put barakah in your time for you and Allah has placed blessings in your time You may think to yourself, you're calculating, you're looking at your time Every second goes by, okay, i bought 3 hours and 59 minutes to sleep تentهي باستغنية وفيك يدخل الناس ينبغ بغادل يحاجه للحالة واللي جميع الطاعة والقي بغنية يمكن أن يظهر الله سبحانه وتعالى تفعل براكة في أنه يمكن أن يظهر الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكونه يمكن أن يكون الأداء وأن يمنحك أن يكون الأداء ومن ثم يكون تحفظه يمكنني أن نفسه يمكننا أن نكون الأداء ومعين أن نكون مك certaines يبدو جيدا والمعرفة و يتركوا في القناة و يتركوا في القناة وكما يتركوا في القناة ما يعتقد أن هذا؟ هو إذا الله تعالى باركة فيه المدينة ومعناه الوقت في قناة الوقت سيجعلها وكما يحتاج بالحق يجب عليك الوقت ومعناه الوقت التعليمة حتى نفسها الان الانتماعي تيهزك في أن تتعليها في أن ت تحفظ بالأ Спانت تحفظ كل عالي و أنت تأتي تأتي بتاراوخ تتتعلي الممارج تسفظ في ح criminal تتطلب امن ثباثاً أيضاً في الضوار وسترد الله تحت مستشاره أن تصلي التعالي تبعه من سعود أن تسللات الاجتماعه و كانت تبعهما أنك بالمسجد أنت قرية أنت لا تعرف أنتظر وقوم بكثير وأنتظر إليه أنتظر اليوم زوجنا في المياه والمالضيات يدلس�어 يدلسنا إلى الدكتور بإمكانك الحياة بإمكانك العامة أو عملية وكل أفضل ومعين هذا الوقت الى العامة إلى دهير أربعتنا أو العيش أو الأدعاء أبحث والآسر سأتيها لقدره 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 أنه بيوتى في الدولة يجب أن نحصل في في أيضان مثل اللذي نحاول الاجتوة أو نحاول مجموعة وكما تارثني حيث الأن من العين تحت الأنزل ح Evet في اليوم وكما تكون في الأنزل يقضى الغيقافة لقوم بكاعتمي ولمات العمل فقتها لقوم بكاعتمي ولمات عسر في المسجد اشترك في جماعه كتابت صحيح الومداء وقال قائب بتارمه السياسة السياسة ممتاز المتازل ممتازل إليت الآن سنعطي، دع أمام في القائد، فتصح البناء وقالت آمن صحيح الومداء لقد لقد كنت مستفيدة ستبدأ كما يظهر بإمكانه كما كنتك ترى في تقرير وكما يريد في تلك 30 منت إلى ذلك اعبوا أحد أجهب الأقران فكرة أجهب ثمين فكرة أجهب مجلسة و النهاية إذا أجهب مجلسة فكرة أجهب فكرة أجهب إذا فكرة أجهب هذا يعني أنك أن تم تنظر القرآن بعد 10 دن هذا يعني انها الله في 30 ينظف تنظر القرآن ثم الله أتبع شكرا وخانب المترجم وضع شكراً للمشاهدة لديك شيئاً لديك شيئاً وحيبت مغرب في جماعة ويقوم بذلك ثم تتذكر الله فقط لديك قرآن وفي أحدث عن ذلك فكرة جزء في المنزل أو جزء وحيبت في حين حينة وحيبت 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 إذا كنت تترى لكما تنزل تَصْبَ ذُ فَعَ حَهَةً فَعَ صُّ كَبًا لَيْنَدْ يُنَجُكِمًا امُنَجِهُ قِه بُّنَجِهُ وَمُّ شيخِيَكْاً لِمْتَهِ هكذا من الآبارة. الصفحة اللي أخصة إذاً إيهُو سيفتَ إخوة يا إمام لا بد أن يتطرار لهم أمستعد بما يوجد إن أصدر وعند فهي قد تريد أن تكون أصدر وعند ثم يتطرر وإن تصدر وإلى ِترور ولهم وإلى حجب العطف المصدر للغاية في قصة وتضرر لهم ذلك لكن لأنهم يتطرروا لهم ولم يكن لا يتم الكثير من المهجة ولم يوجد وضع نتناه إذاً قامت وضع نتناه فهيدي ذلك في الطلاقة يتطرر مكون احدها اكتش لبنك اتشهر ستكون مما يتطلع بحث اكتو مكرا بعدم治 الاغ ما عليه OVER تخدم بحث يذهب بها جولت لذلك كذب الفيحة ثم جولت تمز بانك بل سؤال الساهل نحن نرى بل أكتب إنه يمتون من ذلك ومتون من ذلك إنه يمتون من ذلك ومتون من ذلك لأنه سنصل على ذلك لذلك؟ أننا ننشع الكمن لأنك أنك خلقك أسرع وخلقك يمكنك إذنك لن تتباعد الله تعالى وين تتمكن من تلاحيين وكما فقد تتباعدك ومتلك كل ما حدثه وكما أنك حصلت بالكامل طريق من البداية عندما يأكل شيء أكثر ويأكل ذلك يأكل في مدرسة ثم تنتهي في النهاية في سائل الأخطاء ويأكل في سائل الأخطاء على رمضان. عشرين يوم. عشرين يوم هذه قصة عظيمة قبل رمضان في شراء حاجات العيد. عشرين يوم. ليه؟ لأن الأهل والأولاد جونك في العشر الأواخر والله ما شريتنا. ما شريتنا البدة ولا شريتنا الحذى ولا شريتنا الفستان ولا ولا. ليه يا حبيبي ليه أنت ما تخطب صح. الآن باقي عشرين يوم جميل. روح الآن السوك. وروح اشتر للأولاد وللبنات وللأهل وليك انت كمان فشل الله. الله يباني. لا بس أغراض العيد موجودة في الدولاب. حق ليلة العيد. لكن ما يجي أخرب عليه في العشر الأواخر أنا ألف السوك. ما حصلنا لهذا ما حصلنا. ليه عندك عشرين يوم أو حتى قبل خمسة عشر يوم خلص الأمور هذه. وقفل حطها في الدولاب. وقول لهم ها ليلة العيد الصباح رباح. حتى لو أنت يعني الله يعني أخذ أمانة قبل ما وتعيد متى ما ساكنهم أغراضهم جاءة زيها. أنت الله يرحمك. كان الحق الإنسان. أشهده. الأشياء الأشياء يقول حتى الآن هناك30-21 days剩ة. للبلاس المنىين الإنسان قبل إن من فلسل يمكنك أننا متأكف للعطال لnu حتى الوقتي لن ي 계속 لو صورة في تقلل لماذا؟ اجتب المشاركسoke اماء قبل يسونا الإن proportions اجتب المشاركة ال�ennen احيانها زيارت غوابت وعندما لاحظ播 وتعالى قبل البلد فجارة عبر من شهر مش Senator عمركي من لا يمثلت العمل والبسة في هذا المشيط إلى هذا المشيط إلى هذا المشيط إلى هذا المشيط إلى ذلك المشيط إلى الشبرة Если لا أسترعوا الى الأشب إلى المعركة بقيت فوق سترعوا الدين إلى بسرورة مباشرة كله هو الكلام المشيطة النظر والعياد والأشب وثيرت شخص يوجد شخص الشخص يوجد شخص إذا كنت انك ترنيبها لا ، هذا لغاية ترخيص من من منتعب ستم savingن بالمشارك على الله ودخرج مع هذا بسبب الم؛ مما يك PDF قصة ستفيد مع البدن القرآن و أحد الأخوة هذا الحدث عندنا في الكويت أخوة في مسجدنا أحد الأخوة ونحن قد انتهينا من صلاة التهجد في ليلة 27 دخل علينا أحد الأخوة من الخارج جاء يسلم عليه أبو محمد نعم إذا صليت ونصرينا أنت ما شاء الله صليت في مسجد ثاني وجايته تتسحر معنا يا لي قال الله أتوني جاي من السوق صحيح على أقول أنت صادق الآن جاي من السوق قال يا والله إيش السبب يا حبيبي قال والله في إحدى بنات الصغار رحنا السوق علشان نشتغل هذا الحداء فرحنا السوق الفلاني ما وجدنا فانتقلنا إلى السوق الفلاني ما وجدنا في السوق الفلاني رحنا السوق الفلاني وخد دورة أفس أسواق حتى حصلت على هذا الحداء والآن جاي أسلع لقى الركعتين في ليلة 27 ها كان ها ليلة 27 وهم في الأسواق يدور هذا يعني من الليالي التي يعني في كثير من اللحان تصبح فيها لأتقدر ها كيف الإنسان عندما يخطط ويرتب أموره وهو يكون معتكب في المسجد في ذاك الوقت وهذا يدور في الأسواق شكرا 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 يقول أنه يحدثنا ونحن ، عندما يحدث لنا في هذا المحظة ، أنه يحدث في العديده ، هو السورة ، على المدين ، بعض الأشياء ، ما يقولون أنه يحدث في الغراته ، ويحدث يحدث في العديده ، وقاله يحدث في قال ، يقول لها ، فقال ، إذا كان أنا أعطي ، مهما يحصل لسنا وأنا مجال و قمت بتصيب وهكذا على الحقيق ، homes للخدم eres إلى السورة سوف اتقل على السيادة مع ما الذي تأتي في اليوم كانت اتقل لها مشروع أقل في وقت مجلسة ثم مجلسة التحق وقد ختحت هذا الفرعي وقد حذيت ذلك المنزل وقد شهدت جدًا وهذا ما يوجد هذا المنزل وستطيع حياتي النبي صلى الله عليه وسلم في المنطقة المتحدة وهذا شيء ما نحن نحن نفتح و نحن 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 النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ إجازة من حال الدنيا إلا في العشر وقفة رمضان يعتكف يترك الدنيا و يكون لها زوجاته و ابنانه يعتكف في المسجد عشر أيام عشر ليالي علشان يدرك نيلة القدر نيلة القدر خير حطتها خير مفتوح نيلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر كم الألف شهر عجزه ثلاثة و ثمانين سنة و أربع شهر كم الألف شهر حالات و ثمانين سنة و أربع شهر أنت تضمن تعيش ثلاثة و ثمانين سنة؟ لا محاولة ما تضمن غريبة القدر تعطيك ثلاثة و ثمانين سنة الله أكبر الله أكبر هذا من يريد أن يكسب الأجر أقول لكم الله شوفوا يا جماعة أنا إذا اعتكفت في المسجد عشر غيالي موظمين تمام تقرؤون قرآن ما في مجال في مجال تنامون و في مجال تتروشون و في مجال تتروشون في كل شيء موجود بس تعتدفون في المسجد عشر غيالي نحن نعطيكم في العيد ثلاثة و ثمانين ألف باوند كثير تجلسوا لو ما تجلس شهر حتى بعض التجار هو يمكن يدخل في الشهر يمكن خمسين ألف باوند لكن يقول لا 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 أداني أضافية يجلس معاك ثلاثة و ثمانين ألف أه باوند في عشر أيام هذا الشيء كبير يقول والله يا أخي دعنا نشوف إذا أنا يعني تعطيني فرصة بس أرتب أمودي عشان إيه وأربطني ربط في العمود مستعد تربطني فشوف الإنسان وتحبون المال وتجمز وتجمز عشان فلوس والله لا أستعد تربطني في العمود لكن تريدني كده على إيمان أمودي أمودي كده على أمودي كده أمودي 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 أي شيء ، أي شيء ، أي شيء بنام مبارك ، أي شيء ، أي شيء ، فإن كان يمجح لديك أي شيء من الأخرى. لماذا ، لماذا ؟ العبد والدرس 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 التي تتوفر تلك الإطانية أمر مبارك أكثر من الأولى ومن تجد الحدث من قرآن ما هي ، حان وإن ، لا يتحدث heterده فإن جاء ذلك ، إنه يسببه التواضح كنت أسستفى إنه نه open الله سُمَنُّهُ تعالى تكون بسيارة تبقى اشتركوا في الحلقة لا تجد نفسنا بلدنا نحن نفسنا بلدنا نحن ندرك من فضلك نحن للمسجد سيدنا وإذا اخوار تساعدنا تساعدنا النظر في المسجد لتنفعنا المسجد حمد عبارة إذا أخوارك المسجد أهتفظ أخوارك سيدنا إنه عن مقارنة أخير في الأنفذ هذا ما تقوم بعمل عمالة أخير في الأنفذ إنه عن مقارنة أخير هذه العشر الأواخر منحة من الله عز وجل من فرط في العشر الأوائل ليلة القدر يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر شوف ليلة واحدة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه ليلة واحدة في المقابل من قام رمضان يعني كلها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني ليلة عن ثلاثين يوم أو تسع وعشرين يوم من القيام ها كنز عظيم خلاص إذا تحتاجون خبز هذه فلوس روحوا له استروا أنا مقفل إلا في الضرورة إلا في الضرورة هذا أمر لكن أنت خلاص تعتكد في بيت الله سبحانه وتعالى وهذا الاحتكاف لا يمنعك من أشياء كثيرة فضل الله عز وجل يعني هذا التليفون هذا والله شغلة عجيبة يعني حتى التليفون هذا اللي اخترعوه ما فكروا سير كلا ما فكروا سير كلا الطقس إيش سير فيه برا موجود حتى الفتاة ها؟ حتى الفتاة شيخ فتاة العلم صار بعض الأحيان هنا يعني دولات العلمية موجودة وكتب موجودة يعني شيء شيء جريب عجيب ها؟ فنقول هذه فرصة عظيمة والآن مدام أنت قدامك العشرين يوم خطط رتب تمام؟ وواحد يقول والله أنا رتبت وخطط يعني وخطب البل بالتوجيهات والنصائح لكن صار لي ظرف طاره وصار لي كذا مدام أنت نيتك طيبة وكنت حريص على هذا الشيء الله سيعطيك على نيتك ها؟ على نيتك أنت لأن النية هذا هي أصل إيش؟ أصل بداية العمل إنما الأعمال هو بالنية إذن أنت نويت تخطط وتردب صارك شيء عوارف أحد الأبناء صار مريض مستشفى ما في أحد يستطيع يتابعه إلا أنت تذهب إلى المستشفى لكن خلي القرآن معاك ها؟ أنت صار لك طبخ ما تستطيع في العشر أو آخر أن تعتكف أنت نويت محسوب لك يا حبيبي محسوب لي؟ أنت معاك؟ الله سبحانه وتعالى أكرم من نيتك حبيبي ها؟ يعني كرم الله لا حبود لأمن مع عبده الصالح عبده المؤمن ها؟ حتى في حديث عجيب يعني أنا قرأته في صحيح جامل الصبيع في السيوطي تحقيق الألام الأنظامي رحمه الله ورحمهم الله جميعا ها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بعبد يوم القيامة يؤتى بعبد يوم القيامة قالوا له مانا صنع انت ايش كنت تعمل في الدنيا؟ طبعا هو مسلم يشن لي وصوه مزن فيه فيقول ربي ما عملت خيرا لك يعني أنا ما عندي أحمد غافية ما كنت صوم غافي ما كنت طوع صدقات لكن الصلاة والصوم والحج والزكاة لا، أنا مسلم فيقال لهم تذكّ انت في شيء فهماسين تذكّ فيقول ربي نعم كنت أدائي للناس أعطيهم قرب في رواية أقرضهم فأقول لظلماني وفي رواية فأقول لغلامي إذا أتيت ميسورا يعني استطيع أسدد فأنظره أعطى الفرصة أطول قل له على راحتك لا أضيب عليك أنا راح قرب فأخ وإذا أتيت معسورا ما يستطيع أسدد فتجاوز عنه اشتضح أنا أسقطنا عنك الدينة ما تستطيع نعرف الله حالك وديننا منك ما تستطيع اشتضح فتجاوز عنه فتجاوز عنه نعلم الله أن يتجاوز عنك وعارف عنده ذنوب خطايا فيقول الله عز وجل طبعا هذا عنده ذنوب وخطايا من كتو الديناء فيقول الله عز وجل له أنت تكون أكرم مني سبحانه ما في أكرم من الله أنت تكون أكرم مني ملائكتي تجاوز عنه الله عز وجل هو سمح العبادنا مع أن الله هو لا أعطي المالكده لكن نيته الطيبة وتعامله مع الناس في أنه سامحهم بما كان يستطيع فيه أن يحبسهم تعالى أنا معطيك عشراء الأقبار وصالك سنتين ثلاث ما دفعتم أرفع عليك قضية في المحكمة وأحبسك ممكن؟ ممكن لا تلقى هذا بفضل نحن نسامحنا مرة وحدة ما نريد من خلوص ولا شيء نحن نعرف حاله فهناك الله سبحانه وتعالى قال أن تكرم مني أن تكون أكرم مني ما يمكن ألائكتي تجاوز عنه فالله ما ينسى نيتك الطيبة وتخطيطك الطيبة فأنك تريد تعمل هذه الأعمال ما الله قدر أن تعملها لكن علم أجريتك فأعطاك أجريتك من الأجري مثل ما لو أنك عملت سبحانه سبحانه الشيخ تتكلم أن عندما تتكلم عن سبحانه 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 تتعين نره و تريد أن أتركه فيه و تتعين نطيفه على سبيل المنزل المنزل الذي ترغبه فيه سوى سوى السموين يستطيع انه يتم بحية الهدى من خلوله وهاده يومي والسجه يمتلك أبدا سيجرع أنه يتعين للمنزل الذي يتعين فخير هو نطيف ماذا؟ 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 suppose uma maybeсп poem your to March and you said go buy my whole family ten days worth of food no one call me and what ten days worth of bread for the family or say here is the money don't call me I need to I need to go to next class however what might happen is life might get in the way somebody found in my they said something might happen that could be the case for anything in life صحيح؟ نسسيتي comes in the way that is when as we know from the famous hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم where the Prophet صلى الله عليه وسلم says إِنَّ مَا لَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ actions are by their intentions you've intended to do something it will be counted for you and once you've intended to do something Allah سبحانه وتعالى has no boundaries with his righteous slave the one who turns to Allah سبحانه وتعالى with a correct and sincere intention to do something good and maybe he was unable to do it then Allah سبحانه وتعالى from his mercy from his blessing from his karam Allah سبحانه وتعالى will grant us as if we have done the action and the shaykh mentions the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم and the Prophet صلى الله عليه وسلم says a slave will be brought forth on the day of judgment and he will be asked what have you done in the dunya and he will say I've not done any goodness at all as in he's a Muslim he prayed, he fasted, he gave me charity he's done all the necessary things however he said I didn't do anything extra I didn't do anything over the top I didn't do any khayr I didn't do any goodness so he would be told Tadaka remember, think and then he would say yes, actually there was one thing that I used to do I used to loan people money and when I used to loan people money if there was someone who said listen, please give me a bit of time I need a bit more time I'd say yes take as much time as you need and if a person said listen, I'm so sorry I can't pay you strike off you strike off that debt and the person who done that what with the intention that maybe Allah subhanahu wa ta'ala will forgive me for something that I did in the dunya because I forgave my brother or sister from this debt that I had over there and Allah subhanahu wa ta'ala His mercy and His forgiveness is much much more than that it's not restricted by anything Allah subhanahu wa ta'ala His mercy and forgiveness outweighs everything so you do an action with the correct intention seeking khayr from Allah subhanahu wa ta'ala then what Allah subhanahu wa ta'ala will give you so much more in His blessing and in mercy and His forgiveness Shalom we're finished with Ramadan in the morning come on we'll be finished I will give you for the right I will nice and you will be here I will give you a better and my brother will get some milk with the milk quite a bit so there will be some milk that's all in the water it's all right but I'm nearly two but one contact does there is one true جدا عندي. اه? ايه. شيخ عبدالله. شوف مسكينة يعني خلاص. بدأ يقفر. اخونا خالد. هلا هلا مهم جدا. شيخ عبدالله يعني نعين يروح يناقل. انا من يوصلين الفندق الا الاق خالد يعني. فانا خاف انه ما يبقى لي يسمى. فالان نحن نقول لكم الله يجيكم خير وبالك فيكم. حتى لا نضيق على الاخ ونتعبهم. نروح ينامون مرتاحين. وانتوا ترامون مرتاحين. وان شاء الله نقول لكم رمضان مبارك عليكم مقدما. وعيدكم كمان مبارك. ونزوركم ان شاء الله بعد ذلك في وقت آخر. والله يبارك فيكم. وما قصرتم بالتمري وما زمزم. العجوة وما زمزم. هذا خير وعشاء. جزاكم الله خير وبركة وبركة. سامحون على إبارة. ترجمة نانسي قنقر